بوثاني وكل الحكام اللي تم اختيارهم في كل البطولات اللي كانوا متواجدين فيها كانوا عشرة على عشرة إن كانوا عبدالله والمهري والعادل النقبي والغيرهم من الأسماء الموجودة تميزوا ومو بإشادتنا نحن نقول نحن أبناء دولة الإمارات ومتعاطفين مع الإماراتين لا بإشادة من الاتحاد الأسيوي بإشادة من الاتحاد العالمي الأندية المنتخبات فعلا كانوا يقدمون مستويات كبيرة بالفعل يعني عسلتي أنا سألت بخليفة أقول لي يعني شو السر أنهم يطلعون مثلا خارج بطولات قارية أو حتى دوريات خليجية أو دوريات ثانية يتألقون والإجابة صح بالفعل يعني يطلعون برع الضغوطات طبعا اللي تقع عليهم في الدورين أعتقد أنهم هم مميزين دائما في البطولات الخارجية من أيام طيب الذكر علي بوش سيم محكم في ناس العالم وكان على مستوى عالي في أجل بطولة فأعتقد أن حكامنا عندهم القابلين يكونون متألقين دائما خارج السر بالفعل يعني خارج نطاق الدولة ويكونون بارزين بشكل واضح هذا دليل على أنهم يعني مش هو تزكية نحن نزكيهم كدولة اللي يحكمون في آسيا وحتى في بطولة العالم هذه اختيارات واضحة من الاتحادات وبعد مراحل وبعد مراحل وبعد متابعة حثيثة هذه ليست مجاملة لا يوجد أحد يجاملك موضوع مثل هذا تحكيم وكل قارة وكل اتحاد يريد أن يكون الوطول يكون عالي من خلال اللي هم طبعا قائدين للمباريات هذه وهم الحكام اللي يحكمون المباريات فبالتالي أعتقد أن هم بالفعل الحكام مميزين ونتمنى من شاء الله دائما التمييز والارتقاء أما بنسبة طبعا نحن مثلا أحيانا نستغضب مثلا تحكيم جنبي فهذا طبعا مثلا ما تفضلت انت هذا بعض الاندية يمكن أنا بالنسبة لي أحس أن بحض الاندية تحب تدفع فلوس بسم الله هذا نسبة لي الصلاح أحيانا عن التحكيم مثلا ممكن حتى يشوفون يعني أن بعض المباريات قد لا وغالي اللي تستغضب في السلطان تمغتيب تحكيم أموال عملي تتوقع 174 أو 175 في المباراة في المباراة الواحدة عقب الأتزال ما تكون حاكم لا ممكن شكرا لك كيف تنفيد سعد